إنه أسوأ الجرائم البشعة تبدو كدمية صينية راقدة وتحضق للفضاء الآباء في بورتسماث فيرجينيا يتساءلون هل ابنتهما هي التالية؟ كنا نتعامل مع جريمة وحشية كان هناك حي بأكمله خائفا حتى الموس لم أعرف أي شخص تم قتله ومشتبه به لا أحد في هذه البلدة العسكرية شاهده من قبل أعطاني تخمينا أنني كنت أبحث عن شخص غير موجود لدينا شاب شرير في الغرفة ما مدى معرفتك بجيرانك؟ ماذا يكمن وراء السياج الخشبي الأبيض؟ على ساحل خليج تشاسابيك تقع بورتسماث فيرجينيا المدينة الساحلية موطن البحرية الأمريكية وخفر السواحل ضباط البحرية وأسرهم يقتنون بهذه الشوارع وكل المنازل على بعد خطوات من الساحل وميناء السفن بورتسماث مدينة صغيرة خليط من العسكريين والأفراد الذين عاشوا هناك طوال حياتهم والذين اتركوها ثم عادوا يبدو كأنك تعرف الجميع في المدينة إنها المكان حيث يعيش ضابط البحرية كريس شورد مع زوجته أنجلا وأطفاله إليزابيث ميغان وكوري لانداوسكي كنا متمركزين في جوانتانامو بكوبا لمدة عام بعدها نقلت إلى مستشفى بورتسماث البحرية بالعودة للحياة على الأرض الأمريكية ابنتهم الكوبرا ميغان ذات الستة عشر عاما التحقت بدروس للرقص في جوانتانامو لم يكن لديهم دروس للرقص فألحقناها هنا ببرنامج للرقص وبدأت في تألقها يعتقد الأباء دائما أن ابنتهما هي أفضل رقصة في العالم لكن رقص ميغان كان حقا يخطف الأبصار بين تدريبات الرقص والمدرسة إنجلا اعترفت بأن ميغان كانت تحت بصرها ميغان كانت الكبرى وتربية مراهقة كان مثيرة للاهتمام كانت تهتم بالصبيان وكانت تهتم بالشعر الملابس وأهم شيء طلاء الأظافر اقتنت كل ألوان قوس قزح كانت فتاة مراهقة نموذجية ميغان لانداوسكي كانت بنت الحي الجميلة والموهوبة وكل من يقابلها يفتن بشخصيتها الساحرة لكن ما سيحدث لهذه الفتاة سيغير هذه البلدة السلمية إلى الأبد الخميس العاشر من إبريل عام 2008 بدأ كأي يوم ربيعي مشمس في بورتسموث استيقظت وارتدت ملابسها وتحدثت عن الاختبار إنجلا أوصلت ابنتها ميغان إلى مدرسة ويدرو ويلتسون كما تفعل كل يوم قلت لها إنني أحبها وتصل بي عندما تصلين للمنزل قالت حسناً وداعاً وخرجت في حوالي الرابعة بعد الظهر زوج والدة ميغان رجع للمنزل عندما وصلت لاحظت أن الباب مفتوح نبهنا ميغان عدة مرات أن لا تترك الباب مفتوحاً لا أحد هناك عندما كنت أناديها لم تجب ثم نظرت ورأيت ميغان ممددة على الأرض كانت كدمية صينية راقدة وتحضق للفضاء ميغان ذات الستة عشر عاماً قتلت شعرت وقتها كأنني في حلم غريب لا يمكن أن تكون ابنتي قتلت كعب لثلاثة المحقق دوك فان كونسر استمر في المعاناة بين مهنته كمحقق جرائم قتل وحياته المزدحمة بالأعباء أطفالي يعرفون أنه إذا رن الهاتف يعني أنني سأقبض على رجل سيء ليس من السهل دائماً العثور على هذا التوازن لا سيما مع نداء الواجب في طريقي للمنزل للعشاء مع زوجتي في عيد زواجنا تلقيت مكالمة بأن شابة قد قتلت اتصلت بزوجتي لأنني لن أعود كان هناك جريمة قتل في العمل وقلت لها لن أقول لك ذكرى سعيدة حتى انتهاء القضية قد يمر الوقت قبل أن يحصل المحقق على احتفال بعيد زواجه في منزل الضحية كان المحقق فانكاوسر على لقاء بمشهد مروع عندما اقتربت من الباب الأمامي كانت الدماء على المقبض عندما دخلت المطبخ رأيت شابة عرية جزئية ملقاطاً على الأرض كانت ملقاطاً في بركة كبيرة من الدم لديها طعنات متعددة بالظهر والرقبة والحلق ورأيت أن فمها كان مغلقاً بشريط لاسق هناك الكثير لاستيعابه حتى لمخبر محنك كان ذلك المشهد الأكثر وحشية وبشاعة الذي رأيته طوال حياتي في البداية أقضت خطوة إلى الوراء والتقدت أنفاسي لأنها طفلة وعلي التركيز والقيام بعمله من أجل القيام بعمله يحتاج لمعرفة ما حدث داخل هذه الجدران ولا يمكنه ذلك بمفرده فني الطب الشرعي كارل سيكويرا يعرف العديد عن التقاط الأدلة من مصرح الجريمة هذه وظيفته منذ خمسة وعشرين عاماً القتل الكامل لم نعثر عليه بعد ويأمل أن يستمر في هذا الاتجاه أعلم أن الكثيرين يعتمدون عليه لدينا مشهد كبير لتحليله أثناء مباشرة عمله بالمنزل فريق الأدلة الجنائية يحدد أن القاتل لم يكن مرحباً به المشتبه به دخل من نافذة الطابق الأول بعدها بدأ الهجوم في غرفة النوم بالطابق العلوي السرير كان كحلبة للصراع تحت الزاوية الأمامية اليسرى من السرير كان هناك شريط لاصق يبدو أنه نفس الشريط الملفوف حول ذراعي ميغان وحول وجهها وكل قطعة أدلة في غرفة النوم تثير القلق أكثر كان هناك سائل منوي على السرير وعلى ملابسها يبدو أن ميغان تعرضت لاعتداء جنسي قبل قتلها لدينا مصرحان للجريمة واحد بالطابق العلوي حيث وقع الاعتداء الجنسي ثم مصرح الجريمة الآخر بالأسفل حيث طعنت وتوفيت المشهد في المطبخ كان بشعاً كانت الدماء على الأرض وعلى الثلاجة والمنضدة وأيضاً على الجدران المحققون حددوا سريعاً سلاح الجريمة المحتمل شاهدنا سكيناً في الحوض ليس في مكانه إنه سيناريو مثير للقلق اعتداء جنسي على مراهقة وطعن حتى الموت في بيتها على الشرطة التصرف سريعاً هناك شخص طليق قد يكون القاتل بدأت المطاردة الشعبية بحثنا في كل الحي وذهبنا لكل الجيران لم نتوصل إلى شاهد رأى أي شيء ذلك اليوم القاتل استطاع الخروج في وضح النهار في شوارع بارتسماث دون ملاحظة أحد كان لدينا مجرم طليق لا أعرف إذا كان كبيراً أم شاباً القتل ليس شيئاً يحدث عادة في شوارع بارتسماث الهادئة والأهم مقتل فتاة مراهقة عندما طعنت ميغان ذات 16 عاماً بوحشية في بيتها أثارت الرعب في قلوب السكان كانت مدمرة للمجتمع كله وأعتقد أن الكثير من الناس كانوا خائفين والأطفال كانوا خائفين من النوم ليلاً ومدربة ميغان بالرقص كالي داريك لم تكن مجهولة بالنسبة لها فقد كانت تلميذة محبوبة كلما فتحنا التلفزيون كنا نجد الحادثة كانت كالمسلسل التلفزيوني هذا لا يحدث كان حلماً إنه كابوس بكل معنى الكلمة لوالدة ميغان كل شيء يدور بعقلك مثل لماذا؟ من؟ يمكنني سماعها تناضل لحياتها إنه موجع للقلب والأسوأ أنجلا وكريس يعتقدان أنهما يعرفان الفاعل بعد انتهاء الصدمة من وفاة ميغان ألقى قنبلة على الشرطة بذكر المشتبه به كان الذي اعتدى عليها جنسياً رجل البحرية قلنا للمحاققين إنه هو بالتأكيد إنه صديق سابق من تاريخ ميغان الأسود رجل ذو دافع للقتل نتيجة لعمله محققاً خاصاً جوبرت مكدانيل يعرف جيداً أن العالم مكان خطير فيه أمور سيئة قد تحدث للأخيار وأحياناً لا لكن ذلك لم يسهل مهمته وخصوصاً عندما تكون القضية مثل هذه عندما تلقيت النداء لم أجد حالات مسجلة مسبقاً كقضية للبحث فيها وعندما رأيت كريس بدأت أجمع النقاط المحقق مكدانيل قابل ميغان أول مرة عندما أصبحت في السادسة عشرة وليس في ظروف جيدة جلبها زوج والدتها للإبلاغ عن اعتداء جنسي محتمل ميغان قالت لمكدانيل أن صديق زوج والدتها بالبحرية كاث كامب يتحرش بها منذ فترة ميغان قالت أنه بدأ بتقبيلها ثم أصبح تصرفاته أكثر إباحية كريس لم يكن يعرف أن كاث تصدر منه هذه التصرفات المقلقة تجاه ابنته بمجرد معرفتي بما يفعله بابنتي كان أسوأ من أخذ سكين وقطع أمعاه كنا نريده أن يدفع ثمن الإساءة لطفلتنا والد ميغان وجه التهمة لصديق العائلة هذه التهم حفظت منذ خمسة أشهر انتظارا للنظر في المحاكمة ميغان لم تخشى أن تقول لي ما حدث لكنها سألتني سؤالا مهما هل سيظل يلاحقني بعد القضية فسألتها لماذا تظنين ذلك قالت لأننا نرى هذا في التلفزيون دائما فطمأنتها أن ذلك لا يحدث في الواقع هل المحقق مكدينيال مخطئ؟ هل هذا يحدث في الواقع؟ ميغان قتلت بوحشية في نفس الوقت الذي اتهمت فيه رجلا بالتحرش الجنسي إنها مصادفة مريبة الوقت الوحيد الذي سيشكل خطرا على ميغان هو وقت التحقيقات التحقيق لن يدمر فقط سمعة كاث لكنه سيلقي به في السجن كان هناك قضية تم تحديدها للمحاكمة للنظر في هذه المسألة ودون حضور الضحية لا يمكن متابعة المحاكمة إنه دافع قوي الشرطة تتصرف سريعا أرسلوا ضباطا للقبض على كاث وفي الوقت نفسه تفتيش منزله أثناء البحث لم نجد أي ملابس بها دماء أو أي شيء يربط بينه وبين جريمة قتل ميغان هذا حتى فتش المحققون الكمبيوتر الخاص به أردنا معرفة إذا كان هناك اتصال مع ميغان لا توجد رسائل إلكترونية لكنهم لاحظوا بعض الملفات الممسوحة مؤخرا لكن لم تمح تماما وجدنا مواد إباحية لم يكن دليلا قاطعا لكنه أثار بالتأكيد إنظارا مهما من لديهم مواد إباحية أحيانا يتطورون من مجرد المشاهدة إلى القطوة التالية اللمس ثم يبحون بنزواتهم كانت الأدلة تشير إلى أنه الفاعل كانت الأدلة ضده كانت الأدلة تؤكد احتمال تورطه لكنهم بحاجة للمزيد واجه كاث بالجريمة آملين في الحصول على اعترار في الاستجواب كان عصبيا أراد معرفة ما يجري شرحت له ما حدث فقال إنه ليس له أي علاقة بوفاة الضحية أكد وجود حجة غياب لكنها ليست محكمة حجة الغياب كانت أنه طوال اليوم كان بالقاعدة ولم يغادرها من الممكن أن يكون غادر العمل وقتل الضحية ثم عاد مجددا الآن على الشرطة إثبات ذلك بحثنا لمعرفة إذا كان هناك أي وسيلة ليفعل ذلك بعد بحث المقابلات مع من يعمل معهم والإطار الزمني لوجوده هناك والوقت الذي سيستغرقه لترك العمل والمجيء إلى المدينة ثم العودة إذن لا يمكن حدوث الجريمة هل من الممكن أنه ليس القاتل؟ ولدى ميغان لا يعتقدان ذلك لابد أنه هو من غيره سيفعلها؟ هذا محيّل هناك طريقة واحدة للتأكد الحمض النووي لم يكن لدينا أي شيء يربطه بمسرح الجريمة لذا علينا انتظار نتائج الحمض النووي والنتائج سببت صدمة للجميع كيث كامب ليس مطابقا لقد صدمت أنه ليس من كنا نبحث عنه إعنى الخبر صادما لوالد ميغان قاتل ابنته ما زال طليقا والآن لا يمكن إثبات شهادة ميغان ضد كيث المتعلقة بالتحرش الجنسي لقد كان سيحاكم بتهمة التحرش لقد كذبت على ابنتي قلت لها إنه سيعاقب والآن لن يعاقب إذا لم يكن كيث كامب كان على الشرطة البحث عن مشتبه به آخر منطقي إنه كريس زوج والدتها تصرفات كريس كانت تتماشى مع الحزن لكن دائما يلقي باللوم على صديقه ربما ليصرف انتباه المحققين إنه من وجد ميغان واتصل لطلب المساعدة وقال إنه والدها ليتأكد أنه ليس مشتبها به أخذ المحققون عينة من الحمض النووي كريس شورت غير متطابق تم بعدها استبعاد أفراد العسرة الآخرين استطعنا استبعاد والدة ميغان ووالدها وشقيقها كمشتبه بهم مع استبعاد جميع المشتبه بهم السؤال الآن يصبح لماذا؟ لماذا قتلت ميغان بهذا العنف؟ هل هي تعرف القاتل؟ أم كان هجوماً عشوائياً؟ أظهر التشريح أنها طعنت بالوجه عدة مرات والعين والصدر وطعنت بجانب عنقها كان الهجوم مباشراً وواضح الأهداف ليس هناك شك وأنت تمسك بهذا السكين أنك تحاول أن تؤذي أحداً بل تحاول قتل كانت حالة مع سبق الإصرار والترصد حدثت بعض الطعنات في الظهر بعد الوفاء 12 طعنة حدثت بعد الوفاء الطعنات بعد الوفاء تشير إلى أن من فعل ذلك كان غضباً كأنه يقول هذا ما تستحقين ويضع علامة كأنه يقول لا يمكنك القيام بشيء هذا القدر من الغضب يشير أن ميغان كانت تعرف القاتل معرفة من كان غضباً من ميغان سيساعد في البحث عن قاتلها سئل والدها إذا كان هناك شخص غضب منها لكن والدها لم يتوصل لأي شخص لقد أحبت الجميع وأرادت أن يصبح الجميع أصدقاءها إذا كان الشخص غضباً من ابنتهما فقد حافظ على إخفاء غضبه مر أسبوعين بدون مشتبه بهم جدد خشي والد ميغان أن لا ينال القاتل عقابه قلت لهم لا تدعوا القضية تتجمد لا تدعوها لطمأنتهم وعدهم المحقق فانكاوسر بوعد لم يقطعه قبلاً قلت لعائلات الضحية إنه لا مجال لترك القضية معدقة لن أترك القضية تتجمد الآن الوفاء بهذا الوعد لن يكون سهلاً كنا نبحث عن شخص قريب لديه وسيلة للهرب سريعاً وبسهولة وكذلك الانخراط في المنطقة التي بها ميغان لذلك كان كل الزكور في تلك المنطقة مشتبهاً بهم داخل جدران مدرسة بودجو ويلسون في بورتسماث هناك المجموعات الموجودة في أي مدرسة لاعبوا الاسطوانات المهوسون المتميزون وبالطبع الملكات إنها شبكة اجتماعية معقدة ليحصل محققون في منتصف العمر على المعلومات تفيد في جريمة قتل ميغان ذات الستة عشر عاما نعرف أن ميغان لها حياة خارج عائلتها كل الطلاب بالمدرسة لديهم حياة معظم الآباء لا يعرفون عنها شيئاً هذا ما يفسر لماذا لم يتمكن والدة ميغان من التوصل للشخص الغاضب الأمر متروك للشرطة لكشف الحياة السرية لميغان سنعرف ما تحب القيام به مع من تتسكع صديقها الحالي والسابقين كنا نبحث في احتمال أنصبياً بالمدرسة كان مفتوناً بها لا أحد يعرف حياة ميغان الاجتماعية مثل صديقتها هاذر كورل قضينا فترة بعد الظهر طوال الأسبوع معاً عندما أتمشى مع ميغان كنا نتحدث عن المدرسة والقلق وعلامات المواد ونتحدث عن الذكور هاذر لم تتخيل أن تتحدث إلى الشرطة عن مقتل صديقتها سألوني أسئلة أساسية مثل هل أتذكر أسماء الأولاد الذين تحدثوا إلى ميغان وكان ذلك صعباً تتمنى العودة إلى الماضي وتتذكر كل التفاصيل الصغيرة تتذكر كل شيء لكني لا أتذكر هاذر لم تزود الشرطة بمعلومات عن أي مشتبه به محتمل لذلك توجه المحققون للمدرسة للتحدث مع أصدقاء ميغان الآخرين بدأنا إجراء مقابلات مع زملائها لأننا شعرنا أنه كان شخصاً يعرف ميغان كل ذكر في جسم طالب هو مشتبه به محتمل علمنا أن ميغان لديها صديق أو بالأحرى أصدقاء ووجدنا لحقاً أن أولئك الأصدقاء كانت معجبة بهم جميعاً ثم قابلنا هؤلاء الأولاد وأنه إعجاب لبضعة أيام مع كثرة أصدقاء ميغان كان لدى الشرطة الكثير من المقابلات لإجرائها لم يمر وقت طويل حتى بدأت بعض المعلومات المثيرة تظهر بعض طلاب قالوا إنها كانت تخشى العودة للمنزل وأن شيئاً ما يضايقها ممن كانت ميغان تخشى بالرغم من المقابلات العديدة لم يستطع أحد تحديد هذا الشخص الغامض وهل هي إشاعة أم حقيقة التحدث إلى شاب كمحاولة قراءة كتاب مبهم المحققون حاولوا فك الشفرة عن طريق تتبع خطوات ميغان ذلك اليوم الذي كانت خائفة فيه تركت رسالة على هاتف والدتها تقول الأمور بخير لم تتصل لطلب المساعدة لأنها خائفة من الصعب تصديق أن ميغان كانت تخشى على حياتها في النهاية المباحث وجدت أن ما قيل كان مجرد إشاعة وأخيراً أحد أصدقائها قال إنها لم تخشى العودة للمنزل وأنها لم تفضل العودة لأنها تحب الوجود مع الأصدقاء طالب قال شيئاً وكذبه طالب آخر هكذا تنتشر الشائعات لا أحد من فتيان مدرسة ميغان يعتبر مشتبهاً به لكن فقط للتأكد طلبت الشرطة عينات من الحمض النووي لتأكيد الاستبعاد وقتها كل الطلاب وآباؤهم وافقوا على ثالث كانوا يريدون المساعدة مع مساعدة الجميع لن تكون مفاجأة أنه لا أحد تطابق لكن شبكة ميغان الاجتماعية لا تنتهي داخل جدران مدرستها ميغان كانت ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي الإنترنت قد يكون مكاناً خطراً جداً لا نعرف مع من تتحدث ظنانا أنها ربما التقت على الانترنت أو ربما قابلها ربما كانت تتحدث إلى شخص ما ينتحل شخصية أخرى نبحث عن المحادثات التي أجرتها أو الصور التي وضعتها كنا نأمل بوجود اتصالات أو أي شيء يشير للاتجاه الصحيح لكن لا شيء أثار الريبة بحثنا عن أي شخص على الشبكات الاجتماعية تعامل مع اسمها لم نجد أي شيء قد يوضح لنا من قتل ميغان إنها نهاية أخرى محبطة طوال شهر عمل المحققون على مدار الساعة لم نعرف حقاً إذا كنا نبحث عن رجل أبيض أم أسود أم آسيوي لكن ماذا لو كان هناك طريقة لتضييق الخناق على المشتبه به؟ يبدو أنها موجودة إحدى الأدوات التي استخدمناها في القضية كان الاختبار الحيوي الجغرافي الاختبار الحيوي الجغرافي يستخدم لتضييق البحث من خلال حمض نووي يقول لك النسبة المئوية لموقعهم في أي مكان في العالم الحمض النووي الموجود في مصرح الجريمة أرسل إلى المختبر للإطلاع على التوزيع الوراثي اختبار الحمض النووي أظهر أنه ذكر من أصل إفريقي ليست مضمونة لكن هذه المعلومات مفيدة بشكل جزئي عند هذه المرحلة كنا نركز على الذكر الأبيض لم نهتم بالبحث خارج الذكر الأبيض لكننا ركزنا بعدها على الذكر الأسود بديلاً عن الأبيض مر ستة أشهر ولا جديدة في القضية عائلة ميغان تحاول استيعاب خساراتهم المأساوية لابنتهما كانت تقترب من عيد ميلادها السابع عشر كان موقفاً صعباً فهذا أول عيد ميلاد بدونها لا نزال لم نجد من فعل ذلك فكان الوضع مأساوياً ومن الصعب على الأم تقبل ذلك وللمحققين أيضاً لا أستطيع تجاهله لأنه كان يزعجني ما قلته لها أنها ستكون آمنة اعتبرت الأمر شخصياً لكن أمنة من من لا يوجد مشتبه به الآن في تحول جديد أحد السكان قرر مشاركة الشرطة بأفضل تخمين له تلقيت مكالمة من أحد المواطنين أعطاني قائمة أسماء أسماء الصبية الذين تسكعت معهم ميغان تم استجواب من بالقائمة باستثناء واحد هل هذا الشخص هو الذي قتل ميغان لاندوسكي؟ على مدى ستة أشهر المقيمون في بورتسماث فيرجينيا كانوا يتساءلون من يريد قتل فتاة مجاورة القضية لاحقت المحقق فانكاوسر لكل مكان كان الضغط كبيراً لحل القضية المدينة أرادت حل اللغز وهذا الضغط كان مضاعفاً على المحقق مكدانيل الذي رأى أوجه الشبه بين رحلات الصيد والعمل عندما تذهب للصيد إذا أردت التقاط سمكة عليك البحث في المكان المناسب للصيد وأن تكون قادراً على استخدام الطعم تماماً كوظيفتنا وهو على وشك التقاط سمكته بعد تلقيه مكالمة هذا المواطن كانت لدي قائمة بالأسماء الذين ارتبطت بهم ميغان في مدرستها الثانية ويلسون عندما نظرت في قائمة الأسماء كان هناك شخص واحد غريب لم نقابله كان روبرت بونز حتى هذه النقطة كان المحققون يركزون فقط على مدرسة ميغان الحالية ميغان ذهبت إلى مدرستين لأنه كان لدينا فرصة لإدخالها برنامج الفنون المصرحية للرقص وذلك في مدرسة تشورشلاند وفي السنة التالية لم تعد كان ذلك كثيرا على فتاة مثلها أثناء حضورها البرنامج ميغان التقد بعازف الكمان ذي الستة عشر عاما روبرت بارنز عندما تحدثت معي ميغان عن روبرت كانت تدعوه بابي قالت إنه صديق أتذكر ميغان تقول إنه معجب بها أكثر من مجرد كونه صديق وهي لم تشعر تجاهه بشيء كان مجرد صديق في حياة ميغان أم ربما أكثر روبرت كان عازف كمان بارعا كان طالبا متفوقا ليس لديه مشاكل بالمدرسة أو متاعب تقلق المحاقق مكدانيل توجه إلى مدرسة تشورشلاند للتحدث مع الصبي سألته عن ميغان أعطاني نفس المعلومات التي سمعناها قال إنها فتاة لطيفة وجميلة لا شيء أثار المحاققين حتى في نهاية المحادثة انتهينا كما فعلنا سابقا هل تمانع بأخذ عينة من الحمض النووي؟ روبرت فكر لدقيقة وقال لا أريد ذلك روبرت شرح بأدب عدم موافقته على أخذ العينة جعل الأمر يبدو أن والدته لن توافق لا يتطلب أخذ عينة من صبي موافقة والدي كان في السابعة عشر وقادر على اختلاق الأعذار الشرطة لم تتجاهل حقيقة أنه ذكر إفريقي رفض إعطاء عينة الحمض النووي مهما كانت حجته قلت له إذن لتسأل والدتك وعطيته بطاقة ليتصل بي إذا وافقت أمك على أخذ العينة سوف آتي لأخذها ليس فقط أنه رفض إعطاء عينة الحمض النووي ما يزعج مكدانيال كان هناك شيء غريب أحيانا تشعر بحدث لمواصلة التحقق من شيء أشعر أنه الشخص الذي أبحث عنه عازف الكمان الصغير أصبح على رأس قائمة المشتبه بهم لكنه سيفاجئ المحاققين في اليوم التالي تلقيت مكالمة من روبرت وطلب أن يقابلني مكدينيال التقى بروبرت بورنز مجددا سألته هل وافقت والدتك على إعطاء العينة قال لا لكن يمكنك أخذ علكتي وكان يمضغ علكة أخرجها من فمه ووضعها في غلاف لأخذها إلى المختبر بالرغم من أن روبرت أبدى تعاونا إلا أنهم يشعرون أنه يخفي شيئا هل هي جريمة قتل؟ ما زلت أشعر بوجود سر حول روبرت تحدثت إلى المحاقق فانكاوسر وأن لدي شعورا أنه مشتبه به لكن ليس لدي وسيلة لإثبات ذلك وحدث المحاقق مكدينيال قد يكون صحيحا طلقيت مكالمة يسألون كيف حصلت على العينة شرحت لهم أنه مضغ العلكة ووضعها في غلاف سألوني أنت متأكد أنك راقبته طوال الوقت مكدينيال يسأل لماذا قالوا لأن العلكة تخص أنثى تأكد أنه يخبئ سرا مريبا لأن الحمضة النووية من العلكة لا يخص روبرت بورنز هل خدع المحاققون على يد مراهق؟ لم أعرف فيما أفكر إما أنه يتلاعب بنا وهو أمر ليس ممتعا أو أننا أمسكنا بالخيط لكننا لا نعرفه بعد هناك شيء عن المراهقين إنهم ليسوا راشدين وليسوا أطفالا أيضا طوال الأشهر الستة الماضية من البحث تعلم المحاققون التوقع ما هو غير متوقع لذا لم يكن غريبا لاعتقاد أن تبديل الحمض النووي للروبرت كان مجرد مسحة وليس له علاقة بقتل ميغان أول ما خطر ببالي أنه يلعب مع الشرطة كل من قابلناهم في المدرسة قالوا أن روبرت يحب المزاح لكن شرطة بارتسماث لا تمزح ما قاله إنه يحمل غلافا في جيبه لوضع العلكة وأخرج يديه من جيبه ووضعها على فمه وبسق العلكة في الغلاف وأغلقه ومد ليده فالتفت لفتح القفاز لوضع العينة بداخله كان معه علكة أخرى في يده ووضعها بالقفاز أحضروا روبرت إلى القسم بخطة مكدانيل سيواجهه بنتائج الحمض النووي وفانكاوسر سيدون الملاحظات واجهته بأن نتائج العينة تشير أنها لأنثى وليست له عند هذه النقطة لم نكن متأكدين أنه مشتبه به لكن هذا على وشك أن يتغير أدل بشهاداته وقال هذا ما حدث الخميس لا أحد من من قابلناهم حتى وقتها عرف في أي يوم شعرت بقشعريرة في معدتي لأنني علمت أن من قتل ميجان معي وكان صبيا مراهقا وما سيقوله هذا الصبي لا يصدق صادم بشكل كبير قال إنها طلبت منه أن يأتي قرب المنزل لكن داخل المنزل أخذت رواية روبرت منعطفا آخر ادعى أن ميجان لم تكن بمفردها وكان يهددها رجل ملثم بسلاح عندما رأيت ذلك أول مرة لم أعتقد أنه حقيقي اعتقدت أنها قدعة وفقا للروبرت هذا الملثم صوب المسدس تجاهه قال لي أن أقيدها كانت تقول لا تفعل ذلك أروا كيف أنه اضطر إلى ارتكاب التحرش الجنسي تحت تهديد السلاح ثم قيادها وربطها بالشريط وأنه أجبر على ذلك روبرت أخبر المحققين كان ليس لديه خيار لأن الملثم سيقتله ثم سألته ماذا حدث بعد كل ذلك قال ذهبنا للطابق السفلي عند المطبخ وأن الملثم أمسك سكينا وبدأ يطعنها والرجل كان في هذا الاتجاه وهي كانت تحاول المقاومة والإفلات منه ثم قال إنه بعد طعن المسلح لميغان أمسك يده وقطع أصبع وبهذه الطريقة ترك عينة الحمض النووي لقد أمسك بي بأصبعي للأمام هكذا كانت هذه روايته على الأرجح الشهادة الأكثر جنونا لأنه لا وجود لملثم كان يضع الأفعال التي ارتكبها على شخص وهمي كان يحاول أن يجعل نفسه ضحية طوال الوقت كان يحاول شرح ربطه بأي دليل عثر عليه حمضك النووي وجد بالجريمة لكن الأدلة تشير بوضوح أنه لم يكن هناك سوى شخص واحد أراد الرد على كل الأسئلة التي لدينا ولم يكن يعرف في ذهنه أننا نعرف أن لدينا القاتل لماذا لم يقتلك؟ لديه تفاصيل كثيرة كان يعرف ما حدث لدينا شاب شرير جدا في الغرفة ميغان لم تر هذا الجزء الشرير في روبرت بارنز إلا بعد فوات الأوان جوبرت ذو السبعة عشر عاما تم القبض عليه بتهمة قتل ميغان بعد القبض عليه المحقق فانكاوسر أرسل لزوجته رسالة النصية أرسلت لزوجتي ذكرى سعيدة فعرفت أننا حللنا القضية عندما علم والدة ميغان بالاعتقال كان مصدومين اتصل بنا المحقق فانكاوسر وقال أريدك أن تجلسي فخفق قلبي قلت بالتأكيد أن تتمزح هل قبضتم علي؟ عرفت فورا من كان أنجلا وكريس ليس لديهما فكرة أن الشاب الهادئ الذي يركب الحافلة مع ابنتهما يرتكب جريمة بهذا العنف كان روبرت بارنز طالبا مهذبا كان يأتي صباحا ويقول صباح الخير كان محترما جدا وذا دم بارد أعتقد أن البلدة صدمت أنه هذا الطفل توقعنا جميعا أن يكون راشدا كانت هذه جريمة نكراء فتوقعنا أنه كان شخصا راشدا لا مجال أن ابن شخص يفعل هذا لكنه فعل وهذا ما يعتقد المحققون أنه حدث يوم الجريمة دخل روبرت بارنز من خلال النافذة اقترب من ميغان التي بالتأكيد تفاجأت وأخذها للطابق العلوي ثم قيادها واعتد عليها جنسيا كانت تقاوم وهربت للطابق السفلي وهو جرى خلفها أمسك بها وكان السكين بجانبه بدأ يطعنها وبعد أن ماتت طعنها عدة مرات ترك المنزل وواصل حياته بعد اعتقاله روبرت بارنز تغيرت نبرته في سبتمبر عام 2009 حكم عليه أنه مذنب في جريمة قتل من الدرجة الأولى بالإضافة للاعتداء الجنسي حكم عليه بـ 42 عاما أشعر بالراحة الآن أنه نال عقابة وأنه لن يفعل ذلك لأي شخص آخر لكن لا يزال هناك سؤال ملح لم يقل لنا لماذا قتل ميغان لكن المحققون لديهم نظرية أعتقد أن روبرت كان يحب ميغان وأنها رفضت وهذا أثار غضبه لم يستطع التوقف فظهر الجانب المظلم من روبرت بونز والواقع أنه الجانب الحقيقي لا يهمني السبب لأن هذا لن يعيد إلي ابنتي حاول الاعتداء عليها وهي قومت ابنتي فقدت حياتها وهي تحمي نفسها حدث ذلك بطريقة غريبة كانت غريبة وهذا يريحني المراهقون في بورتسماث عادوا للحديث عن العلامات والأصدقاء ومن يحبون لكن الأمور لم تعد تماما كما كانت ما زلت أشعر بالخوف أحيانا في البيت بمفردي لم أعرف أي شخص قتل كنت أراه في الأخبار فقط يبدو أنه شيء لن يحدث لك لكنه حدث وقاتل ميغان هو تذكير دائم لطلاب بورتسماث أنهم لا يعرفون حقا من هم أصدقاؤهم